وإلى البرازيل تحديداً أين تحترق وتشتعل غابة الأمازون كما نشاهد في الصور حرائق ضخمة مستمرة منذ عدة أيام وتسعد رقعة الحرائق بشكل كبير حتى غطت أعمدة الدخان الناجمة عنها مدينة ساو باولو أكبر مدن البرازيل حيث أجبرت البركبات على تشعيل المصابيح في وقت الظاهرة كما أعلنت الحكومة البرازيلية عدم قدرتها على السيطرة على الحريقة واستغاثت البرازيل بالدول المجاورة للمساعدة في إطفاء حرق الأمازون إذن ربما ريدا تتسأل لماذا نتكلم عن الأمازون في الفقرة الاقتصادية يعني الأمازون لها أبعاد اقتصادية كبيرة كبرى الدول في العالم لديها مصالح في الأمازون يعني ثورة خشبية هائلة نهيك عن الثورة الحيوانية أكثر الحيوانات نادرة متواجدة في غابة الأمازون هل توافقني بأير؟ طبعا في ريال الأمازون هي معروفة بأنها رئة العالم أو غابة الأمازون هي رئة العالم مجملها غابات مطارية فيها إرث تاريخي لأنه في بعض القبائل حتى القبائل اللي ربما من جانب التاريخي موجودة قبائل لحد الآن مازال توصف بقبائل نائية متخلفة جدا وأيضا أنه خبرى الشركات الاقتصادية الاحتكارية العالمية موجودة في الأمازون يعني جل الدول العالم نديها مصالح مصالح في غابة الأمازون